علي جدو منظمة اليمام البيضاء الحقوقية نيابة عن مغاربة العالم كما تعلمون مصطفى الخصم واحد من مغاربة المهجر الذي حمل أو رفع عالم المملكة في عدة منتدايات شأنه شأن المنتخب الوطني المغربي الذي كذلك هو من الجالية وشأنه شأن الجالية جمعاء التي تساهم بأموالها من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني أبا مصطفى القجاع إلا أن يدخل إلى أرض الوطن دفاعا عن مصالح المملكة فترشح في الانتخابات وفاز في دائرة إيموزار كندر ولكن الفساد المستشري في المملكة هذا السرطان الذي ينخر المملكة مصطفى الخصم قام بالتنديد وفضح هذه الجرائم التي تلاحق المغرب وتحول دون تقدمه كما عمل في مسايرة ما جاء ويجيء به تجيء به كل خطابات جلالة الملك لربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي إلى الفساد بكل أنواعه مغاربة العالم يشكرون العدالة عدالة من فوقها وليس عدالة من تحتها التي أفرجت عن مصطفى الخصم دون كفالة في انتظار الشهرين للإدلاء وليتبت ادعاءاته فيما يخص قضايا الفساد سنبقى جنود مجندين وراء صاحب الجلالة دفاعا عن كرامة المغاربة وضد الفساد أين كان وأين ما كان شكرا ترجمة نانسي قنقر